ايضا البرونزاة اللي كانت خاصة بالفردي اه الادم اه ادم عشان توصل لنقطة دي اكيد خدت مشوار كبير قوي يعني مش مسألة اللي احنا عشان عندنا بطولها في مصر فاحنا عملنا معاصر قبلها. ده اولا انت دخلت اللعبة السلاح امتى وزاي? وكان ايه السبب? خليني كده اخد منك سريع عندي. انا اخويك كبير متحت كان بيلعب اللعبة دي من هو صغير. ام. فانا طبعا كاخ صغير كنت بحب بقال لي ده اخويك كبير في كل حاجة. اه بمناسبة متحت تالك كاس عالم اه في التحت عشرين سنة الفين وتسعتاشر. ما شاء الله. فدخلت اللعبة وكنت في الاول مش حبيبها اوي وما كنتش بروح التمرين وكنت بقى لعبها زي هواية. كنت مضطر بقى اصنان حدي بوصل. اه خلاص. 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 خلاص اللبس بتاعه وقلعب زي وامسك السيف. اه. يعني مرة بمرة لقيت نفسي بتحسن مستوى بيعلى دخلت اول البطولة لاتحت تلاتاشر جبت من مركز تالت. فحبيت بقى اللعبة. اه. يعني عايز اقول الحاليك بعد ما جبت من مركز التالت دي قعدت اتفرج على الفيديو بتاع التتويق بتاعي. اه. ايه. عشرين مرة بعديا. ياه. وطبع الحبيب. بيقطع في صدرك ايه لان ما بتشوف نفسك وبتشوف انجاز انت عملته. اه ببقى فخور جدا وفرحان يعني الحمد لله طبعا. اه. فبعدها دخلت بقى اللعبة. وبدأت اتضرب ودخلت المنتخب واحدة بواحدة الحمد لله يعني ربنا كرمنا وجبت اول مدالية دولية دي. حوصل معك. يعني حدة المنتخب دي تحديدا بيبقى عند اي حد كده مسجل في ذاكرته وزهنه. اول مرة دخلت المنتخب كم سنة? كان عندي حتاشر سنة. حتاشر سنة. كان منت يعني سنتين تقريبا من مارستك ولا سنة من. لا هو في نفس السنة. في نفس السنة. يعني جبت المدالية في البطولة. اه. دخلت المنتخب تحت تلاتاشر سنة. اه. بس اكيد متحك اللي ارشادات. اخوك متحك كل التحالي. اللي ارشادات لك اكيد يعني في اللي انت. هو اللي حفار